مستفيدة من المال القطري تسابق تركيا الزمن لزيادة نفوذها في الصومال عبر الاستثمار المالي والاقتصادي والعسكري مستغلة ضعف الحكومة في بلد يعاني الفوضى منذ أكثر من ثلاثين عام التحرك التركي الأخير يبدأ من قرار أنقر سداد ديون الصومال المتأخرة لصندوق النقد الدولي من خلال حقوق السحب الخاصة في حساباتها الاحتياطية والتي تعادل ملياراً وستمائة مليون دولار تقريباً وهو مبلغ يعجز الاقتصاد التركي عن التضحية به في الوقت الراهن بحسب ما أفاد خبراء اقتصاديون لقناة العربية الخبراء أفادوا بأن التركيا ستلجأ غالباً إلى قطر لتوفير هذا المبلغ الذي لا يبدو رقماً صعباً قياساً بما تدفعه الدوحة في الصومال بعائد سياسي تحصده تركيا أنقرة زادت في الأوينة الأخيرة استثمارها في الملف العسكري بالصومال من خلال إقامة قاعدة دائمة فضلاً عن مراكز لتدريب الجيش والأمن أخذت اسم التركسوم هدفها المعلن مساعدة الصومال أما الهدف الحقيقي فزرع عقيدة قتالية موالية لها وضامنة لمصالحها في المنطقة الدور التركي في الصومال يتشعب إلى أبعد من ذلك فأنقرة تسيطر على مشاريع البنى التحتية وعلى أهم موانئ البلاد بالإضافة إلى دورها في التنقيب على النفط في مياه الصومال الإقليمية